إذن هذه قصة من قصص كثيرة يتعرض لها اللبنانيون وغير اللبنانيين من يمكن الجليات العربية في أوروبا وفي أمريكا وفي عدد من الدول أنه بيروحوا على دول أخرى تطغى معتقدات وقوانين تلك الدول على معتقداتهم الأساسية معنا مباشرة من فرانكفورت في ألمانيا بسام عميرات والد الفتاة وعبير عميرات والدة الفتاة بنا نقل لكم مساء الخير بسام مساء النور أهلا استثوني ومعي من داخل ستوديو الأخصائية في علم الاجتماع الدكتور ماي مارون مساء الخير دكتور ماي مساء النور استثوني أهلا وسهلا فيك نعود إلى فرانكفورت لبسام بسام شو القصة شو اللي صار معك يريتك تخبرنا بالأول وتخبر المشاهدين على الموضوع اللي صار معك تحياتي استثوني تحياتي للجميع تحياتي للدكتورة للضيف اللي عندك المشكلة بتدتي من شهر سبعة بهذه السنة هاي صار عنا مشكلة مع الشرطة المحلية بالمنطقة عنا تفضل تفضل شو بسام شو صار معك بسام صار معك شي بسام عم يسمعني شي طيب دكتورة قبل ما نرجع لبسام يبدو مبارك شو صار يعني كنت حابة بالأول تسمعي شو صار مع بسام لتقدري انتي تعطي رأيك بهيدا الموضوع ولكن دائما عم نشوف فيه اشكالات معينة عم تصير مع بعض العائلات اللبنانية خصوصا لما يكون هالولاد العائلات عم يتعلموا بالمدارس يعني اول شي بعلمون ياه للتلميز انه اذا بيك او امك بيتعرضوا لك بأي اساقة في رقم معين قطلبو بتتشكى علي قطر قطر يعني يعني اول ما بيبلشوا تقريبا يفهموا الولد على على حقور بسام رجع صار معنا بسام اوكي فمن هيدا المنطلع ووصولا الى امور اخرى مثل ما هلأ رح نشوف بعد شوية لما يرجع الاتصال مع بسام شو قصته بالمضبط كيف نحنا بنقدر نتفادى هيدا الموضوع انه نظل محافظين على عاداتنا وتقاليدنا بيظل انه ولادنا عم يربوا بمجتمعات اجنبية اخرى خصوصا لما يحملوا الجنسية بيصيروا خضعين لقوانين الدول اللي هي موجودة فيها يكيد انه اولا لما واحد بتدروه على بلد يعني كتير مننا قليلة يستفهموا عن عادات وتقاليد وقوانين البلد اللي بروح له بروح له عن حاجة او هربا من الحرب او وضع اقتصادي مش قدران يتحمل بدي يروح هلأ هونيك بيحب ياخد كل عاداته وتقاليده وكل اللبنانية يعني بيحنوا كتير للبلد بيفضلوا يعني حتى الاكل كله يحملوا فيهم بس المشكلة انه قصة طريبة الولاد الولاد بيقلولوا انه هونيك قوانين حقوق الطفل هي مكرسة ومؤدسة بيقلولوا انهم لازم اهلك ما يدقرواك ما يعايتوا عليك بس نرجع لبسام لانه معنا ايه عبر الاقمار الصناعية بسام عم ترجع سمعتني هلأ ايه نعم ايه نعم ايه تفضل بسام خبرنا شو صار معك تفصيليا استيس سوني بالنسبة بالنسبة بس للمختصر بالنسبة للاقمار الصناعية مهم جدا اني انا اشرح شغلي صغيرة اه الوضع نحنا ملتزمين هون كجالية لبنانية نحنا ملتزمين بالقوانين انا سمعت بس جزء من من حديث الدكتورة نحنا ملتزمين نحنا بالقوانين الالمانية ملتزمين نحنا بل انه ربي اولادنا ولا ربي عائلتنا نحنا بالتقاليد اللي نحنا بنعرفها هذا بس انا بهمني اعرف شو صار معك انت تحديدا شو قضيتك شو قصتك المشكلة عندي انا المشكلة عندي انا ابتديت مع الشرطة المحلية هون لما بنتي دعت انه رفقتها او رفقات من رفقاتها حاولوا انه يضربوها ويشلحوها مصاري طلع هالكلام من بنتي انا كذب لما راحنا لعند الشرطة وحكينا هالموضوع انا لهم بنتي عبتكذب يعني عندها شي من الكذب يعني هيدا الكلام غير صحيح طبعا بعد اربع خمس ايام ست ايام التحقيقات وياخدوا بنتي ويجيبوها وفرجوها على الصور وتعريفات وهيك طلع كلامي انا المظبوط انه بنتي عبتكذب واجهوا لعندي وجيبولي بنت وقالولي بنتك عبتكذب وهيدا الحكي مش مظبوط وطبعا احنا كمان قدام الشرطة خبرناه هنا الشيء خبرت حكيت مع بنتي قلت له طب يعني هيدا الامر اللي انت عملتي يعني يعني عملتي امر ابدا ما منه طبيعي كيف يعني اذا صار معك مشكل مستقبل بلان كيف الشرطة بده تصدق واكدت على هالكلام الشرطة اللي انا عبدير فيه بنتي او عبوجه بنتي فيها وخيارت شو العقاب هي يعني خيارت شو العقاب اللي انا بدي اعطيك اياه يعني اختارت بعض العقابات هي منها لحالة السيئة ومنها الدرب يعني حتى انه لانه هذا الدرب مش للبني ايدمين حتى قالت للحيوانات انه لانه كمان مش للحيوانات هالدرب هيدا وقلت له روحي يعني روحي في اللي هلا منوجي روحي عودتك التاني انا هيدا الامر كان كتير مئزي لقلي بالنسبة لما شوف بنتي بهالامر هاي من شغل البوليس ومن شغل الدني كله بعض منها بنتي عبتلعب بجنينة البات يعني بتشوفها بوليسية بتقولها تاعي شو عمل بيك معي بتقولها ما عمل معي شيء بتقولها شو رأيك انك نعمل انفصال لانك سمي بيك نسام بدنه شو رأيك نعمل انفصال عن بيك شوي لنروح الجو بتاخد بنتي انا مني وبتاخد بنتي انا وبعد مننا فتش عبنتي مبلقيها بدون علمي بتكون بنتي عند البوليس هيدا الامر بشهر سبعة صاير لرحنا وجينا وفتشنا وعملنا وصرنا جبنا محامية ليحلوا هالأمر قال ايه بنتك طلبت انها تعمل انفصال لتهدوا الوضع ونحنا بننصحك بهالشي هاي لحظة ادي عمرة بنتك ادي عمرة بنتك ادي عمرة بنتك كان عمرة كان عمرة بشهر سبعة بشهر سبعة بشهر سبعة وقت الحادثة كان عمرة 12 سنة بعد مصر عمرة 13 نعم تفضل تابعا بعد مننا بيجي تجي منظمة تجي منظمة حقوق الطفل بتقول نحنا هالبنة هاي خيفاني عملت هي شيء عارفته انه غلط نحنا من المستحسن انه نعمل بس انه نخلي انت بعدوا عن بعضكم شوية يومين فترة يومين ثلاثة لتروق العصاب قال انا عصابي رائعة ما حبيت فوت انا معهم بجدال ولا حبيت فوت عم طريق المحاكم لانه بنتي كذبت واني عم بحاول انه ما تاخد يعني ما تاخد يعني كيف تديلك بالملف تباعة تاخد شيء بالشرطة او بالمحكمة نعم هيدا الشيء حبيت قلتلهم ما علي شيء خلوه عاكم ثلاثة ايام بس انا مني متفاهم بهالوضع هذا نهار الثانيين بعد مني يعني بعد ثلاثة ايام ثلاثة راحنا حكينا مع منظمة حقوق الطفل استردينا البنات فهمنا البنات قالت لي يا بابا انا ما كم ادي روح انا عبدالكم عشر باك لا تاخدوني بس اني اجوا قالولي انه انه انتوا بكنتوا بفصلوا عني وانتوا مدايا او مدايا مني رغم هاك ضبيت الموضوع انا عرفت كيف وخبيته انه خلاص ما بدي كبر الموضوع وفوت معهن بجدال بعد منه فترة اصيري جدا بشوف انتي كمان بالمدرسة بتتعلم اكتر من هاك شو بدك باهلك انتي انتي اذا صار يجب لك عليه هاي من قلو المدرسة فجعا هالبنت بتحمل حالة وبتفلم البيت بعد بحث دقيق وعن مفتش ومفتش من الساعة سبعة من الساعة ثلاثة بعض الضهر للساعة سبعة عشرية بنلاقي منتنا على الشارع بنرجع من ضمنا تصلنا بالبوليس وانا كمان ضبضبنا هالشغلة هاي ونهيناها اداكين عمره هون بهالفترة يجيني مكتوب باخر فترة بعد كان عمره هلا كان عمره تلتعاشر سنين تلتعاشر سنين تركت البيت وراحت عشر سنين اوكي تركت تركت البيت وراحت عالشارع بحجة مع رفقاتها انه هالعيش اللي هي عيشيتها الحبس اللي عيشيتها مش طبيعي من وراء المدرسة حملنا حالنا ضبينا الموضوع نحنا رجعنا بعض منا بيجيني مكتوب من المدرسة أنا بيقولولي بنتك بوقت الفرصة تبعيتها عتخرج خارج المدرسة تبعيتها وهذا الشي ممنوع حذر بنتك هذا الشي مكتوب تالت بدنا نسين نحنا نعطيها مثلا نعطيها عقاب بالمدرسة اجت بنتي أنا وعندي أنا ب 24 شهر عندي لقاء مع المعلمين وهذا عادة بيصير سنويا لتعرف بنتك شو بتعمل أنا مضيت على القرار عادة تطلع أما للبنت أنا مضيت على القرار قلت لأ لا أنا هلأ بدي أطلع شو فضع المدرسة كيف يعني أمورك انت كتير صارت يعني شوي ما عجبتني يعني المهم هذا كان نهار التانين بيجي المكتوب التحذير و مكتوب الدعوي لأيليTS�أ احضر أنا وشوف بنتك نهار التانين بمضي على مكتوب التحذير النهار التانين بيجي نهار نهار التالتا بيقول لأنا إيش شو هاي المكتوب اللي جاية انت كيف بتطلعت لي بابا انو والله بالمدرسة العشياء غالية جوا بطلع قدام المدرسة في السوبر ماركت بطلع بشي منها أرخص بتقول لي هيدا الشي ما بيعنيني أنا ولا بيعني المدرسة تشي شغلتك قبل بيوم بتطلع على المدرسة وهيدا الشي ما بديك كرر يعني شغلاتك صاروا كتيرا هيدا الكلام اللي حكيته أنا بنفس اليوم بتقولي البنت لأختها بتقولها خلي بيه ينسى أنا ما حخليه يطلع يلاقي المدرسين هيدا الأمر ينسى يشيله من راسه بدي يلغي الموعد عرفت كيف هيدا كان انهارة تلاتة الأربعة البنت تطلع عند المعلمة فيه مكتوب بدي تبعث لي هي المدرسة لألي أنا فيه شغلات عملتهم بنتي من المدرسة بدي تعلمني فيهم البنت هون بتتدعي بالمدرسة أني أنا ضاربة مش أنا ضاربة ما بعرف إذا دعت هايك ولا أني ركبوا هالفيلم هاي ليقدروا يغدوها قانونيا لأنه لغاية هلا أنا من 23 الشهر لغاية اليوم أنا ما حاكي مع بنتي كلمة ما بعرف بنتي وين عرفت كيف ما تقالب فوين تبين لحنا المحاكم انتصنا بالسفارات تمنى أنك متأكد إذا عندهم بارف عندهم نظمة حقوق الطفل متأكد أنه عندهم أنا لا متأكد عندهم هل رجعت السفارة اللبنانية بألمانيا أو الكنسولية اللبنانية بألمانيا هل صار في عندك مراجعة أنا 24 24 24 الشهر 24 الشهر أنا بعثت لساعات السفير رامز دمشقية شفائية مع أحد الموظفين كان عيد كان احتفال عيد الاستقلال ببرلين بعثته وحكيت معه على التليفون قلت له وصلها الرسالة لساعات السفير وقول له واحد اثنين ثلاثة يعطي الضوء الأخضر للسفارة تتبلش تباشر اتصالها نعم النهار الجمعة أنا أو السبت بعتت أنا بعتت أنا فاكس لساعات السفير مباشرة بطلب منه أنه هالأمر هيك خده على عاطق يعني لازم تخدم مسئولية إذا في أي مسئولية أنا متحملة أي مسئولية أنا عاملة أو أي أي جرم أنا عاملة أنا متحمل مسئوليته أي شيء أي شيء أنا لغاية هلأ بدي منه نعطوني سبب واحد عرف كيف مهمت بـ 24 الشهر نال أربعة بيجيني شرطيين على الباب بقولولي بنتك الساعة 3ة بقولي لي مت تقعد تفتش على بنتك أو تقلق على بنتك البنتك صارت عند منظمة حقوق الطفل إذا بدك اتصل فيهم تلاتة تلاتة الأربعة والخميس أربعة وخميس أنا عبتصل على منظمة حقوق الطفل ما حد عبد الدليل لطلعت عند المحامية أخذت المحامية طبعي طلعت عند المحكمة بقولي نال غميس بقولي المحامية حيتصلوا فيك بطلع على المحكمة بقولولي حبيتصلوا فيك تصل فيه منظمة حقوق الطفل عطتني موعد الساعة 3ة بنزل أنا بلتقي أنا أنا ومنظمة حقوق الطفل بقوله أنا فتح لكم بابي أنا ممسكر بابي أنا بدي كمان مساعدتكم يمكن أنا يعني ما بفهم أولادي يمكن ما عارف ربي أنا تربيت باللبنان بس مني فهمين عالولادي بالشيء اللي تعلموا بمداري سونة بأوروبا بالإنتداء بسام إنت صرت معك الجنسية الإلمانية وبنتك بتحمل الجنسية الإلمانية ما هيك لا 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 بعد 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 أنا ما معي جنسية إلمانية أنا معي جنسية لبنانية وبنتك أنا صار لي 17 سنة بنتك بنتك 18 سنة بنتي خلقاني بألمانيا يعني مع الباسبور الألماني يعني عم بيطبقوا يعني عم بيطبقوا على الأوانين الألمانية وهي منا مواطنة ألمانية هي 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 مقيمة استيستوني 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 سمح لي أشرح لك شغلة مهمة أنا هلأ طلعت إلى هون طلعت إلى هون على هالتلفزيون هاي أنا بناشت مش بس أنا اللبناني الوحيد اللي صار فيها الشغلة مش أنا اللبناني الوحيد ولا مش أنا الإنسان الوحيد الأجنب اللي صار فيها الشغلة هاي أنا بناشت لكل لبناني اللي صارت معه هالشغلة هاي دي يا يتصل بالسفارة ويحملها للسفارة اللبنانية تتحمل هي مسؤوليتها يا يتصل بجمعية اتحاد العائلات بإسهن وتقوم على العتاقة مثل ما عبتقوم بأمور لبنانية هون عرفت كيف الشغلة اللي عاب يسيروا فيها فيه لعبي عاب يلعبوها البنت لما عاب تسير عمرها 13 سنة بين سن المراهقة الخطير عاب يلعبوا بعقلاتها للبنت لأنه ما عاب يقدر يحصلوا على البنت إلا بهالعمر يقدروا يدولوها مثل ما بدوا اللي تقوم على أهلهم أو تتمرد على أهلهم بهالطريقة هاي طيب بس هون شو الهدف من هذا الموضوع؟ كل هدف الهدف أنا بقول لك عدد عدد سكين الألمان هون اللي صاروا هني تقاعد زاد حد حد لا يوصف عرفت كيف حاولوا مع اللبنانية إنه جنسون وجنسوا ولادهم ما استفيدوا منهم شي لما عاب يضلوا مع أهلهم ما عاب يقدروا أقلمون ليسيروا بالانفتاح الألماني عرفت كيف لا نحنا بناخد الولاد من أهل من أهلهم بنفرطان عنا عدد سهل عليهم يلغوا الجنسية اللبنانية عرفت كيف يعطون جنسية ألمانية وفيه لبنانية كتير من النوع بس كمان هلأ وصلني كمان رسالة من مصدر موسوق بيقولوا إنه لا استثناء بتطبيق القوانين بين الألمان والأجانب المقيمين على الأرض الألمانية يعني ما يطبق على بنتك ويطبق على أي شخص آخر موضوع بس أنا بدي أسألك سؤال بدي أسألك سؤال حضرتك عفوا عفوا بس جوبني على سؤالي حضرتك ممنوع من مغادرة ألمانيا ما هيك؟ ده لا مش ممنوع ليش ممنوع مش ممنوع لأنه كانت عارف أنه عزاس بدأك تجي على بيروت لتطلع معنا قالولي أنه ما بيقدر يغادر ألمانيا لأنه فيه لا لا أنا أتصلوني لكل لا لا عفوا أنا أتصلوا فيه أريد أن تنزل للبنان نعم قالولي أنا أريد أن تنزل للبنان قلت لأنا كل دقيقة هلأ مشين بنتي لازم بضل هون أنا عندي ابني يعني نهال خميس فيت على المستشفى يعني عندي زرف خاص كمان أكتر من هيك استيستاني الموضوع القانون أنا راضي بالقانون أنا يطبق القانون لكن الكلمة مش للقانون الكلمة هون للطفل شو قال بيسادوا الكلمة هون لليونج تام يعني أنا من مدة انهال الخميس اللي مضى عيدا المضى واحد كردي من 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 تركيا نفس قصة نفس حالتي طلع بنتوا أواصة قدام المنظمة حقوق الطفل عمرة 13 سنة يمكن لها السبب معنى يعطوكم إياه لأن الأسئلة اللي أعمل سألتني هون المحام يمكن خوفا من تصرف مماشر أنا سؤالات اللي أعمل بيسألوني إياه بس ليش ليش سيستاني ليش ليش ليصل هالموصل هاي لعب يقتل ابنه أو يقتل بنته لما أنا بيجي بيسألني شو الماني عندك إنه بنتك تصاحب ب13 سنة شو الماني عندك إنه بنتك تطلع هلأ عمرة 13 سنة اتنين برات البيض هيدا السؤال هيدا السؤال استفزازي ما أنه سؤال سؤال يكون لأنسان طبيعي ورغم أيك نحنا نحنا معهم نحنا في شغلات أنا ما أقول والله كل الآباء ملاك لا في بعض الناس في ظلام في ناس بتضرب في ناس بتطلع عن حد الشيء اللي اسمه عقليني نحنا معهم بهالشي هاي بس في موضوع أنا اليوم لا تجي أنت تاخد بنتي لن ضربت لن أزت لن هانت لن عمل فيها شيء ما ترجع للأهل وأنت عندها ملف تبي عندها الملف عند البوليس أنه هي كذبت بإدعاءة في مكاتيب أجيب اليوم أنا بطلب من وزير الخارجي واللي طلبت أنا كمان تصلت للوزير الخارجي بعتله من عهد المقربين إله بس شو الرد اللي كان اللي قاله ما علي شي بنتك مش مش حيطرك يطرك مؤتمرات ويطرك القمم العربية ويشوف بنتك لا بنتي أهم أنا بقولها السيستاني بنتي أهم من القمم العربية بنتي أنا المفروض أنا بدي شيء من الخارجية بتطلع اتابع على الأمر إذا في مسؤولية علي علي أنا بس سام نحنا هذا الموضوع رح نتابعه معك هذا الموضوع رح نتابعه معك رح نتابعه مع السفارة اللبنانية أو الأنصلية اللبنانية بألمانيا رح نتابع كل التفاصيل حتى لو بدنا نضطر نتابع هذا الموضوع كمان مع جمعية حقوق الطفل وكل هذه المنظمات اللي موجودة بألمانيا نحن بنعدك أنه راح نتابع هذا الموضوع والأسبوع المقبل إن شاء الله بيكون في عنا جواب كامل والملف يكون كامل عنا بخصوص هذا الموضوع وتكون بنتك صارت عندك كمان ترجع تحت يعني بي تحت سلطك وبحضانتك ورعايتك بس دكتورة لأنه الوقت سمعنا للشرح المفصل هيك موضوع كيف فينا نحن نصه أول شي نحن ما عنا كل الملف يعني مع احترام إلى السيدة عميرات ومع وحق وبفهمه بس في ملف حابب كمان بيعمل مداخلي حول هذا الموضوع بس يمكن الوقت يعني جمعة تجي أكيد بيكون إلنا مداخلي معك سيدة عادل بس لأنه الوقت خلصت إنه في ملف كامل بدينا عمل أول شي أنا مع احترامي لأقاله إنه فيه بسيكولوج وفيه مساعدة اجتماعية مش دغري يعني بيأخذوا البنت وقال لا على حكي البنت بيكونوا كونوا ملف أنا مبسطت من شيء قاله السيدة عميرات يمكن أنا ما بعرف ربي ولادي ويمكن هيك تعلمت وأنا خاضع للأوانيين إنه أكيد فيه شيء بس دكتورة مش دغري بيشلوها يعني بس نحنا اليوم هلأ ما بعرف هذا الموضوع رح يتم التأكد منه بما قالك بمجرد نعم بيقلك إنه عم بيسألوا إنه شو المانع إنه بنتك بنت 13 سنة تكونوا مصاحبة أو 2 برات البيت في حال سألوك يلاقلك نفس السؤال شو بتجاوبي طبعا هني هونيك عندهم حرية للولد بس مش بعمر 13 بعمر 18 في الولد يترك أهله بكل أوروبا مش بعمر 13 بدي يقولوله بيكون في شيء غلط مثل ما في جمعيات حقوق طفل أخدت له البنات يعني هي أصلا بالشؤون الاجتماعية كمان هو في يتصل بغير جمعيات كبي لأن لازم يعتبروا هل هناك من شك معين إنه يكون القصة فيها شيء يختلف مش خير لانه لإعلاء you شجع Burm ما عنه كل شيء بالنسبة لملف ما سام السياس سونيا عندي سوال أنا أنا لأفترد أنا لأفترد السياس Nasıl أنا لأفترد أي خесте أب عاطل معرفة ربك وأم عاطل معرفة ربك طب هل الأولاد هولي أنا عندي أربع أولاد ليش مشلحون أيام أن valesli أنا ظالم أنا عندي أربع أولاد الشو عندك أولاد نحن أن أخدو Last of the people شو عليهم شو عندك أولاد أنا عندي أربع بناته وص Comp健 عندي أربع بنات وصبي ليش ترى كل الأربعة أنا عندي بنت أكبر منا بعض وعندي بنتين أصغر منا وعندي صبي أصغر واحد خلينا نقلوا خلينا نقلوا بالسؤال ليش أخدوا هاي بزيز أستاذ أستاذ توني بس بدي أسهل لك سؤال بس 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 كلمة بدي أحكيها وبرجع بجاوب على السؤال لنا افترض أنا عاطل معرفة رباب هالولاد أنا بس عب بسعى الخارجية والصفارة هالولاد لمين بنتركوا طيب عربسلوا هيدا السؤال الباب بيس separately بسان نحن اليوم نحن ليش ليش لايش وصلوا لهالبنت ليش لايش مبسان نحن اليوم ليش روصد واحد لايش بديgeben أي هاي Dewري صالحان overlap هيدا ادروا هذا جوبني جوبني شيئا هيدا هيدا ادروا Будro عدروا يفوتوا على العقله كانت كنا قدرت استغلوا 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 سنت البلوغ سن المراهقة في عم بيلعبوا بأوقات معينة مع الطفل يعني يعني الدكتورة لازم تعرف هالشي هاي في مرحلة عند البنات بتصير بهالمرحلة هاي في نقاط بيقدروا يلعبوا فيها مزبوط وعندهم دكاترة مخصصين بهالشي يعني مش بحاجة لبسام عميرات ولا ولا غير بسام عميرات بيعرفوا اي بنت قادرين هني يستغلوا الطرق لايفوتوا فيها العقلة لايلعبوا في شغلة بتعرفها اكتر مننا يعني بتعرف الدكتورة اكتر مننا بسام عم بيقولوا كمان هلأ كمان وصلني من المانيا انه حوالها 96 بالمية او اكتر من الاولاد يعني اللي يعتبروا قاصر يعني هني بعهدة الالمان يعني بعهدة الوزارة الشؤون الاجتماعية يعني يعني هذا الموضوع ما انه بس موجه يمكن ضد هلا ليه تما نكون عم نفوت بمكان اخر تما نكون عم نجاوب بدون ما نكون عارفين الخلفيات هذا الملف رح نتابعه عن كثب رح يضل على اتصال معك رح نعمل كل اتصالاتنا بالسفارة او بالمراجع الرسمية اللبنانية بالمانيا وبالمراجع حقوق الطفل بالمانيا اسبوع المقبل اذا الله رات بنكون نحن وياك بنكون مع الدكتورة بنكون مع كمان معنيين اخرين كمان استاذ عادل لانه بعده عم بيجاعد يقلي مصر عادل بده يطلع بعدك جمعة تجي عادل بناخد كل الموضوع بس لانه اليوم والوقت دهمنا ما بقى فينا يعني ولا اي دقيقة دكتورة جمعة تجي اذا الله رات كمان رح نتابع الموضوع بتمنى كمان هلأ تاخدي الملف والتابعي تشوفي هذا الموضوع ورح ننتقل مباشرة الى موضوع اثرنيه من حواله اسبوعين هو الملاكم اللبناني محمد علي الذي كان بخوض مباراة دولية ببريطانيا وعندما فاز على خصمه قام برفع علم حزب الله في على حلبة الملاكمة في انجلترا وهذا الموضوع الذي اثار استغراب عدد كبير من الصحافة العالمية وعلم فيما بعد ان السبب كان هو ان الخصم الذي كان يلعبه محمد علي هو اسرائيلي يضع نجمة داود على صدره فلهذا السبب ارتأى محمد انه يرفع علم حزب الله كتعبير عن الانتصار ولكن يبدو انه لمحمد اراء تانية وتوضيحات تانية هو اجا الى بيروت من يومين وحب انه يكون ضيفنا للليلة خلونا نتذكر نحن ويكون بالروبرتاز شو صار ومن ثم محمد شخصيا هو رح يخبرنا تفاصيل وحقيقة هذا الموضوع